هذا واجتمع سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس الوزراء صباح اليوم مع معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك في مقر الجامعة بالقاهرة وذلك بحضور السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية والسيد عبد الرؤوف الروادبة رئيس الحكومة الأسبق ورئيس مجلس الأعيان السابق بالمماكة الأردنية الهاشمية وخلال اللقاء نقل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة إلى الأمين العام للجامعة العربية شكرا وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على منح سموه درع الريادة في العمل التنموي وتمنيات سموه للجامعة بالتوفيق والسداد في جهودها النبيلة لتعزيز العمل العربي المشترك وعرب سمو نائب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الحيوي الذي تنهض به جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة وجهودها الحثيثة من أجل تحقيق التكامل والتضامن العربي في مواجهة كافة التحديات الراهنة وكد سموه دعم مملكة البحرين ومساندتها للجامعات العربية في جهودها الرامية إلى توثيق عرى التعاون بين الدول العربية وبالشكل الذي يسهم في تحقيق تطلعات وأمال الشعوب العربية نحو مزيد من الرفعة والازدهار من جانبه أعرب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيبه بزيارة سموه شيخ علي بن خليفة آل خليفة إلى الجامعة لتسلم درع الريادة في العمل التنموي نيابة عن صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء مؤكدا أن سموه رئيس الوزراء يعد من الشخصيات البارزة على مستوى الوطن العربي في مجال العمل التنموي وله إسهاماته المتميزة في خدمة القضايا العربية معربا عن تمنياته لمملكة البحرين وقيادتها وشعبها بدوام الرفعة والتقدم